قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله الله سبحانه وتعالى وعدهم في كتابه أنه لابد من الابتلاء والنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم وقال لهم وبين لهم أنه لابد من الابتلاء ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتنل الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وأقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالله سبحانه وتعالى وعد وبيّن أنه لابد من الابتلاء ولابد من التمحيص ولما رأى الممنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا هو الابتلاء هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا الابتلاء الشديد الذي رأيناه في الآيات في الإسبوع السابق ما زاد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى وما زادهم إلا إيمان هذا في إشارة إلى ما عليه أو ما زبا للسنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطعاط وينقص بالمعاصي ليس كما قال الخوارج وليس كما قال المرجئة فالإيمان كالأوان المستطرقة أو المستطرقة فكلما أطعت الله سبحانه وتعالى أطعت الله زاد الإيمان كلما أصيت الله سبحانه وتعالى نقص الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر